موسيقى عزائي المشاهدين الكرام أصعدتم صباحا أهلا بكم معي أنا نواف التميمي في حلقة جديدة من كشك الصحافة يأتيكم من مقر صحيفة العرب الجديد في لندن في حلقة اليوم يشاركني الحوار الزميلة كاتيا يوسف الصحفية في صحيفة العرب الجديد والزميل رامي سلامة من هيئة تحرير صحيفة العرب الجديد أيضا في حلقة اليوم سوف نتناول كيفية معالجة الصحافة العربية والعالمية لموضوع تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بداعش وأيضا سنعرج في نقاشنا وفي حوارنا على كيفية معالجة الصحف العربية والعالمية لتطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في العراق وسوريا إذن أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من كشك الصحافة تانية الزميلة كاتيا لنبدأ الحديث بداية من التباين الواضح في تناول أو في تعريف وسائل الإعلام العربية والعالمية لمصطلح أو لمفهوم تنظيم الدولة أو داعش أو الدولة الإسلامية نلاحظ أن هناك تباين في خيارات أو في اختيارات الإعلام العالمي لتسمية هذا التنظيم نلاحظ أنه في بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام بتسميه إي أس تنظيم الدولة الإسلامية تنظيم الدولة والبعض بيقول آيسس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا والبعض بيقول آيسل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام هو إذا مننظر لكل التسمية بتعود لجماعة واحدة بس فيه اختلاف حول المفهوم الجغرافي والمفهوم الديني في بعض الأوقات المفهوم الجغرافي إذا مننظر لتسمية آيسس تنظيم دول الإسلامية في العراق وسوريا فبتعني فقط سوريا ما بعرف إذا اختلطت الأمور على بعض وسائل الأعلام حتى ما عرفوا أن بلاد الشام هي أوسع من سوريا واحدها هي ممكن تشمل لبنان وفلسطين والعراق وإيران وتركيا خلينا شوي نحاول نوسع أن المسألة لا تتعلق فقط بالمصطلح أو بالمفهوم رامي في إحدى المرات أنا كنت أستمع لراديو بريطاني هنا البي سي وقال المذيع بالحرف الواحد قال آيسل ثم قال آيسس ثم قال داعش وهو قال أنا أفضل أن أسمي هذا التنظيم بداعش وأنا أعرف أنهم يكرهون هذا الاسم لذلك أنا سأصر عليه هل هذا يعني أن هناك خلفيات سياسية لاختيار بعض وسائل الإعلام أو الصحف للتسمية؟ حقيقة يمكن ملاحظة شيء مهم جدا هنا أن علاقة وسائل الإعلام في تسمية تنظيم الدولة الإسلامية ارتبطت أكثر بمواقف سياسية لعدد دول أو بموقف الإعلام ذاته من قضايا الإرهاب ومحاولة عديد من وسائل الإعلام بأنه التقليل من شأن هذا التنظيم طبعا والمس في وجوده وعدم إعطاء الفرصة حتى لإطلاق لقبه على ذاته بحيث أنه التنظيم لما ظهر بشكل كبير في سوريا في أبريل نيسان 2013 أعلن عن نفسه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وهذه التسمية الرسمية التي أطلقها على نفسه ولاحقا عندما في نهاية حزيران يونيو 2014 عندما أعلنت الخلاف الإسلامي أطلق التنظيم على نفسه اسم الدولة الإسلامية فقط بالنسبة لعملية التسمية داعش على سبيل المثال عندما ظهرت في 2013 كانت أول ما ظهرت للمفارقة في الإعلام المؤيد لنظام نوري المالكي ونظام بشار الأسد وراجل اسم بداية في وسائل الإعلام الإيرانية ووسائل الإعلام العراقية وسائل الإعلام لبنانية وسورية قريبة من بشار وظل هناك نوع من التخبط نوعا ما بالنسبة لباقي وسائل الإعلام في كيف تتعاطي مع هذا التنظيم لغاية سبتمبر أيلول 2014 أي بعد مؤتمر جدة الذي عقد بناء طلب السعودية وحضره عشر دول عربية بإضافة لتركيا والتحدة الأمريكية ولاحقا عنها قرأ استخدم أو عمم في الصحافة الأمريكية تسمية داعش ولم يعد هناك حتى يستخدم لا لقب لا آيسس ولا آيسل بالمجمل ممكن نفهم من هنا أن التسمي بحل ذاتها تعكس مواقف مسبقة من التنظيم وليست هي المصطلحات التي اختطت التنظيم لنفسه أو قرر ما هي تسمية له وهذه ليست سابقة بالنسبة لتنظيم الدول الإسلامية يتخذ هذا الموقف كما نعلم سابقا أيضا من القاعدة التي كانت لما ظهرت في عام 1998 أن كانت تنظيم الدولي لمحاربة الصليبيين واليهود لكن راجف وسائل الإعلام لاحقا هذا التسمي وغلبت في وعي الناس وعي الجمهور طيب كاتيا إلى أي مدى مثل هذا التحيز أو هذا يعني انعكاس المواقف في التغطيات الإخبارية والإعلامية واختيار وسائل الإعلام لتسميات مغايرة عن وسائل الإعلام أخرى إلى أي مدى ممكن أن يمس هذا في مصداقية أو حيادية أو موضوعية وسائل الإعلام هي كلها بترجع لتوجهاتهم اللي يسموه مثل ما قلنا بس IS تنظيم الدولة عم بيبعدوا عنه أنه يشوه صورة الإسلام شيلوا عنه صفة الإسلام حتى ما يرتبط بالإسلام فهون عم بيحاولوا أنه يبعدوا المسألة دينية صارت والبقية الأشياء اللي بتظهر توجهاتهم فتوجهات الناس اللي بتدعم هالتنظيم بالخفية فبتطلق عليه الأسماء اللي بتنسبه أكتر أو مثل ما هو أطلق على نفسه والصحافة اللي هي ضد هيدا التنظيم بتحاول تسميه بالطرق مختلفة تسيق لأله أو تشوهه وهو أولا مشوه طيب هذا من حيث الشكل خلينا نقول يعني البداية التباين يبدو من هنا هل هذا كمان انعكس أو انعكس أيضا بطريقة على تغطية الأخبار بمعنى تغطية الأحداث يعني كيف رأت أو كيف تعاملت مثلا وسائل الإعلام لنقل الغربية الأمريكية البريطانية ما يتعلق من أخبار داعش وأخبار التطورات السياسية في سوريا والعراق مقارنة مثلا بالصحف أو وسائل الإعلام عربية هل نلحظ أيضا هذا التباين؟ طالعا هو بعيدا عن التسمي لابد من أن ألقينا نظرة على عجالة بخصوص وسائل الإعلام بشكل عام وسائل الإعلام جميعها باستثناء المؤسسات الإعلامية القريبة من فكر التنظيم أو المؤيدة لهذا التنظيم سواء في إعلام التقليدي أو إعلام وسائل التواصل الاجتماعي كانت تعتبر هذا التنظيم وهو اعتبار مقدر أنها تنظيم إرهابي جميعها بلا استثناء جميع وسائل الإعلام في متابعتها لقضية بتنظيم الدول الإسلامية أو داعش كانت بتعاني أيضا من ناحية التناول الإعلامي من قضايا مشتركة جميعها بلا استثناء لها قضايا عدم وضوح المعلومات وعدم الشفافية وارتهان هذه الوسائل والصحفيين وهم الغير الملامين أحيانا بمعلومات ضيقة جدا بمجالها استخباري وهم خبروها سابقا أؤكد ذلك هذه العلاقة مع داعش خبروها سابقا سواء مع تنظيم القاعدة أو مع حركة طالبان وبقيت حدود علاقة الإعلام وكشف السبر وغور هذا التنظيم صعبة للغاية فهذا بالنهاية شيء مشترك في جميع وسائل الإعلام سواء الغربية أو العربية أو في روسيا أو في تركيا أو في إيران ذاتها التباين أين أتى حقيقة التباين أتى ممكن ننخص ثلاث عناصر في التباين في تناول وسائل الإعلام لظاهرة داعش التباين الأول كان مبني على أن هناك فيه وسائل الإعلام وهنا مهم جدا الإشارة هاي لهذا الموضوع بتقديري جدا أن داعش أزاحت التغطي أو الاهتمام الإعلامي بما نعتبره أو أعتبره أنا شخصيا هو التورات العربي أزاحت داعش قبل أن نذهب على هذا المجال أو على هذه الزاوية خلينا نركز على مسألة مثلا نلاحظ تباين في وسائل الإعلام لو استعرضنا مثلا موضوع من هي داعش أو كيف خلقت داعش نلاحظ بأن هناك وسائل الإعلام تركز على أن داعش مثلا هي صنيعة أمريكية هناك وسائل الإعلام تقول بأن داعش هي ذراع خلق النظام السوري من أجل توسيع أو خلط الأوراق هناك من يقول بأن داعش تتلقى مثلا دعم من دول عربية مثلا يعني هل مرده مرة أخرى الاختلاف في الأجندات أم أنه مرده شح المعلومات حقيقة نعم نعم ذكرت سابقا مسألة شح المعلومات وهذا هو سبب ذكري لموضوع الثورات العربية الموقف من الثورات العربية نوعا ما حدد موقف وسائل الإعلام من داعش مع أنه جميعها أقرت أنه تنظيم إرهاب لكن يأتي الآن التعامل مع هذا التنظيم هل هو أولوي أم هل هو مسألة ثانوية هل هو بتحدد أنه الوسائل الإعلام المناهضة للولايات الاحية الأمريكية مثلا اعتبرت أن هذا التنظيم جزء من مؤامرة غربي وسائل الإعلام مؤيدة للثورات العربية اعتبرت أن هذا التنظيم صنيع من مخابرات إيرانية أو سورية وبالغت أيضا من دون معلومات موثقة وكما الاتهام الأول أيضا لم يكن جزء من الاتهام المرتبطة بالولايات الاحية الأمريكية أيضا لم يكن اتهام مبني على معلومات وهذا هو قصدي أنه الموقف العام من التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية حدد مواقف الإعلاميين وسائل الإعلام بشكل عام من طريقة النظرة إلى داعش ومن ورائها وأهمية حضورها في المشهد العام هل هي ثانوية أم هي رئيسية رئيسية وممكن نضرب على ذلك أمثل كثيرة طيب أنا خليني بس في مسألة الأخبار ما هو أنا بدي أسألك كاتي على المسألة أنه واضح أنه تعقيدات أيضا للأمر كله خلت بعض وسائل الإعلام للأسف تلجأ للاعتماد على إشاعات أو الاعتماد على مصادر مجهولة إلى درجة أنه يعني بعض وسائل الإعلام تحديدا مثلا لحظنا هذا مثلا مؤخرا في بعض الصحف في مصر هناك مبالغة يعني هناك أحيانا يعني أنه المحرر أو كاتب القبر الذي لا يعتمد على مصادر واضحة يعني يشطح في خياله صحيح هيدا المسألة اللي عم تحكي عنها نشرطها المصري اليوم عبد الناصر سلامة كتبوا أنه يعني هذا مثال يمكن هذا المثال هي أنه لاحظت روسيا أنه داعش عم بيستخدم سيارات نقل نصف نقل تويوتا من صناعة يابانية حتى أمريكي يلاحظت بس اللي ركزت أكثر والإعلام الروسي والإيراني هو اللي ركز على هذه المسألة فحاولت أنه تعرف وين مصدر هاي السيارات ومن وين عم بيستوردوها اتصلت بشركة يابانية وفق ما بتحكي المصري اليوم هيدا مش حقائط يعني وفق ما الخبر نزل فأبلغتها أنه في أربع دول عربية هي اللي عم بتستورد هيدا السيارات منهم السعودية وقطر والأردن والإمارات فهون عم بيحاولوا يلقوا لهم أنه هي هيدا دول معروفة تاريخيا أنها بتستورد هذا النوع من السيارات فهن عم بيحاولوا يظهروا المقال بحد ذاته عم بيحاول يظهر أنه هيدا الدول العربية هي عم بتساند داعش وعم تدعم تنظيم الدولة الإسلامية عن طريق السيارات مرة أخرى يعني هون الدليل اللي استندت عليه الصحيفة ما في صحة يعني ضعيف يعني هو استند على أنه هذه الدول تستورد السيارات ولكن ما هو الدليل على أنه هاي السيارات يتم إعادة تصديرها مثلا لداعش أو لغيرها يمكن عم تستوردها لتبيع داخل البلد للمدنيين لأي شيء أنه اعتبروا تلميحات المقال بتقول هايك فالصحافة الأمريكية أبدا ما ذكرت أي شيء عن هيدا الموضوع اللي بيظهر زي في الخبر بينما الصحافة الروسية والإيرانية حاولت كتير تتناولوا بوسائل الإعلام وتركز تلقي عليه الضوء حتى تظهر أن الدول العربية عم تدعم داعش من إن دايركتلي بطريقة غير مباشرة طيب إذن يعني في هذا خلينا نقول في هذا المدخل أعتقد أنه اقتربنا أكثر من كيفية معالجة الصحف العربية والعالمية لموضوع تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش نتوقف الآن إلى فاصل ثم نعود لاستكمال الحوار فاصل ونعود أعزائي المشاهدين أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم في كوشك الصحافة في الجزء الأول تناولنا موضوع تناول الإعلام العربي والعالمي لقضية داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية وكيف أن الإعلام تباين في تعريف هذا التنظيم ومن ثم تباين أيضا في التعاطي مع كل الأخبار التي تتعلق بهذا التنظيم سواء الأخبار الميدانية أو الأخبار السياسية يشاركني طبعا للحوار الزميلة كاتة يوسف الصحفية في صحيفة العربي الجديد وأيضا الزميل رامي سلامة عضو هيئة تحرير صحيفة العربي الجديد في الجزء الثاني الآن سنتناول قليلا بعض التطورات السياسية وكيفية تعاطي الإعلام معها ولكن قبل ذلك استكمالا لما كنا نتحدث فيه بالبداية كنا نقول بأن تعقيد المشهد السياسي تعقيد المشهد الميداني ربما غياب صحفيين موجودين على الأرض جعل هناك الكثير من اللبس في الأخبار ومصادرها وطبيعتها التي تروج حول ما يدور سواء بالتنظيم أو التفاعلات السياسية التي تتعلق بسوريا والعراق يمكن على عجال تلخيص واقع تناول وسائل الإعلام الغربية أو العربية مع ظاهر الداعش ونطاق عملها في العراق والسورية أو غيرها من الدول العربية مثل ليبيا وسيناء بالآهتي يجب أن نفرق طبعا بين مناطق التي يتم فيها الإعلام بشكل موجه ودول أخرى يكون فيها الإعلام متعدد وتنافسي وهنا في أن نماذج محددة نتطرق لها سريعا بخصوص الإعلام المصري الإعلام المصري ليس خافي أنه إعلام موجه وطريقة التعامل مع داعش تمت بالتدريج كان وسائل الإعلام في مصر تنكر وجود داعش على أراضيها وإن كانت تتحدث عن جماعات إرهابية لاحقا قامت بلسق هذه الجماعات بجماعة الإخوة المسلمين بعد انقلاب 3 يوليو 2013 ومن ثم بعد التحولات السياسية مؤخرا والتقارب بين الرئاسة المصرية وبين روسيا في طريقة التعامل مع الأزمة السورية صارت يروج الإعلام المصري ويمرر معلومات على سبيل المثال عن من هي الدول التي كانت تقف وراء داعش ونلاحظ هنا نوعا من التقارب في الرؤى بأسال الإعلام الروسية والسورية والمصرية في التعاطي مع هذه القضية قبل أوروبا في تركيا على سبيل المثال كان دائما هناك محاولة للتجاهل تنظيم داعش من قبل الإعلام المقرب من الرئيس التركي رجل طيب أردوغام ولم إلا مؤخرا لم يتم الحديث عن وجود تهديد جدي لداعش إلا بعد عمل تفجير إسطنبول بالمقابل كان الإعلام المعارض لأردوغان طوال الوقت يحذر من داعش ويتهم الحكومة التركية بالتغاضي عن قدوم المقاتلين الأجانب بمقابل تقليله أو تهميشه على سبيل المثال من قضية تقليله أو تهميشه على سبيل المثال من قضية خطر حزب العمال الكردستاني مثلا ممكن ناخد نموذج أوروبي أيضا وكان وسائل الإعلام الأوروبية ترى في سابقا على حواليث الهجرة أو الانفجار الهجرة مع مطلع 2015 كانت تتعامل مع سوريا مع نظام بشار الأسد كخطر ويجب أن يرحل لاحقا توارى بشار الأسد من تناول وسائل الإعلام في الدول الغربية وتأديم الدول الأوروبية الغربية وصار التركيز أكثر على موضوع المهاجرين ومسألة أن الجزء منهم بسبب هجرته هو وجود تنظيم داعش إرهابي أخيرا بس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كان هناك تجاهل تام طوال الوقت لتناول قضية داعش لم تتناول الصحافة الأمريكية قضية داعش منذ نقل نهاية عام 2011 لغاية ولو يكن طبعا اسمه داعش وكانت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق لم تتعامل معه بشكل جدي إلا عندما صارت قضية قتل وتهجير واقتصاب الأيزيديات ومن ثم قتل الصحف المصور فولي وعلى إثر أن نجد هنا أن وسائل الإعلام رغم من أنه حتى في الدول فيها حرية أنا بس بدي أفتح الزاوية أنا بدي أفتح الزاوية كاتي أكثر معي رامي يعني يحاول أو يقول لنا بأن الارتباك في معالجة وسائل الإعلام للموضوع هذا كل موضوع داعش وما يجري في سوريا والعراق له علاقة جدلية أو علاقة وثيقة بارتباك المواقف السياسية للدول الأطراف في هذا النزاع خلينا نخذ مثال كيف انعكس ارتباك الموقف الأمريكي من قضية داعش أو من تطور الأحداث في سوريا والعراق كيف انعكس هذا الارتباك في الاستراتيجية الأمريكية في الموقف الأمريكي على الإعلام كل وسائل الإعلام تحكي عن نقلة نوعية بالاستراتيجية الأمريكية تجاه سوريا وتنظيم داعش فهلا عم بيحكوا عن تدخل بري وبالوقت نفسه عم بينتقدر رئيس باراك أوباما أول ما حكي أنه لن تطأ قدم جندي أمريكي على أرض سوريا فحاول أحد الدبلوميسيين الأمريكيين يبرر أنه المفهوم اللي حكي فيه باراك أوباما ما أصد أنه لن تطأ قدم جندي أمريكي على أرض سوريا لأصدوا فيه لإزالة نظام الأسد حتى ما يرتكبوا نفس الغلطة اللي ارتكبوها لما نزلوا بالبر بالعراق وأزالوا نظام صدام حسين فصاروا عم بيوسعوا المفهوم أكتر في عنا واحدة من نائبة بالحزب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي اسمها تولسي جابارد بتحكي عن التناقض بالموقف الأمريكي من جهة هو بده يقضي على تنظيم داعش ومن جهة هو عم بيسمح للأتراك أنه يستهدفوا الأكراد اللي هن أكتر جهة لها فعالية بأنه تحارب تنظيم داعش ومن جهة تانية بتحكي أنه بتصر على التخلص من الأسد بس خلينا كامل هذه الفكرة مع أنها عم بتعمل على مساعدة المعارضة بشكل مباشر وغير مباشر وهذه المعارضة هي عم تتشكل من عدة التنظيمات اللي هن النصرة والتيب على القاعدة وتنظيمات متشاددة وأخرى فهون مش بس هذه بالعربي يعني مرة أخرى ما نلاحظه مرة أخرى أنه ارتباك المواقف السياسية أو سرعة خلينا نقول سرعة تغير المواقف السياسية يردك وشاء للإعلام هي السرعة بالنقل النوعية للستراتيجية الأمريكية اللي أربكت وسائل الإعلام فصاروا عم بيحكوا عن فجأة تحول لدخول عسكري في البار لماذا بدأت تدخل أمريكا على البر لماذا وفأت فجأة على الحضور الإيراني مبارح بيحكوا ولكن حتى هذا الارتباك أكثر يعني مثلا أيضا نرى فيما يتعلق بمسألة مثلا مستقبل أو مصير الرئيس الأسد مثلا في العملية السياسية يعني نلاحظ قبل أيام هو نقطة الخلافة الوحيدة بيحكوا هي نقطة الخلافة ولكن حتى وسائل الإعلام الآن مرتبكة بحيث أنه صار في صعوبة يعني للتعرف على مواقف هذه الدول بالضبط ماذا تريد يعني ماذا تريد ماذا سيكون مصير الأسد يعني هل هذا مرة أخرى يعني هذا الارتباك في المواقف السياسية أدى إلى هذا الارتباك في التغطية الإعلامية هو أكيد الارتباك بالمواقف السياسية اللي حصل بسرعة أدى له الارتباك بالتغطية الإعلامية أو هي التغطية الإعلامية حاولت تتناوله من أي جهة بدا حتى في ديبلوماسي أمريكي سابق اسمه ريتشارد هاس صرح أنه صرح للسي أن 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 أنه هو الهدف إذا نجحت استراتيجية أمريكا بأنها تدخل بالبر على المناطق اللي فيها الأكراد. فهدفها تقسيم سوريا لست مناطق. واحدة تيب على النظام. واحدة لداعش. واحدة للأكراد. واحدة للنصرة. والبقية لعدة تنظيمات. فهذا هو المقترح الأمريكي في حال نجح حيفوت. فكل صحافة تتناول الخبر من جهة بتناسبها. وبالوقت نفسه مرحب فينا كانوا يحكوا أن الكلمة التفقين على وحدة البلد. وحدة سوريا. القضاء على تنظيم داعش. وإيجاد حال سياسي. والخلاف الوحيد كان هو دور الأسد. اللي إيران وروسيا بسروا على وجوده. طيب رمي. هلأ الآن جون كيري مبارح في اجتماع فيينا. قال بأنه هناك عدد محدود من المارينز الأمريكي سيتدخل في شمال سوريا. أولا هل سنرى الإعلام الأمريكي خلال الأيام القادمة. يرحب بهذا الخطوة أو ينتقدها. ثم هل سنرى الإعلام الأمريكي يناقش هذا التدخل الأمريكي في سوريا على ضوء الإخفاقات التي حدثت في العراق وفي أفغانستان. يعني كيف سيتناول كيف سيتعامل الإعلام الأمريكي والغربي مع هذا التدخل في سوريا. طبعا هو بالنسبة للوسائل الإعلام الأمريكية ليست كلها على صف واحد. ويمكن ملاحظة مقدمات لتحول معين في سياسة البرتاحة الأمريكية تجاه الأوضاع في سوريا والعراق. جاء إذا تذكروا مقال الواشنطن بوست التي حذرت فيها من أن البرتاحة الأمريكية تخلي المنطقة بالكامل إلى روسيا. وكان هذا المقال من نوع من التحريضي والنقضي لسياسة أوباما. وأنه لا يمكن ترك المنطق أو لا يمكن الاستمرار على سياسة الانسحاب الأمريكي والتعامل عن طريق أطراف ثالثة. سواء مع قضايا الإرهاب أو قضايا الأزمة السورية أو للطرابات في العراق. بتقديري أيضا بنفس الوقت وسأل الله ما ستحافظ على ذلك الهامش. لا تتورط الولادة الأمريكية بالأكثر على الأرض في سوريا أو العراق. بالمقابل سيكون هناك دعوات وحد إلى خطوات أكثر إيجابية من أوباما. لكن هذه الخطوات بتقديري هي للحد من الحضور الروسي وليس لحسم المواجهة مع داعش أو مع سوريا. ودليل ذلك كان حتى في الأمس ورقة وزير خارجي الأمريكي جون كيري تتحدث عن عامين فترة انتقالية. وبالتالي نحن نتحدث عن فترة مفتوحة. تتحدث عن الرئيس أصدق. تتحدث عن فترة انتقالية للعملية التسوية. العملية السياسية. السياسية بالكامل في سوريا. من دون أيضا البت في مصير بشار الأسد. ضمن ذلك التوجه سنرى أنه سيكون تدخل أكثر محسوب وأكثر محدود. لكن ستستمر سياسة الأمريكية بدعم بالعمل من خلال التحالف الدولي والعربي. ومن خلال التعامل مع الأكراد في المرحب والله. كاتيا هذا كما قلنا هذا التعقيد في المشهد السياسي وفي المشهد الإعلامي. هل يمكن أن نقول بأن بعض الأطراف ومنها داعش ومنها قد يكون النظام في سوريا. استفادوا من هذا التخبط الإعلامي. استفادوا من هذا الارتباك السياسي. من أي جهة أصدق استفادوا. بمعنى أن هذا الارتباك وهذا العدم الوضوح في المواقف السياسية. هل هم قاموا بتوظيفه سياسيا لهم مثلا لتحقيق مكاسب إعلامية مثلا؟ هو داعش متصدر كل وسائل الإعلام اللي عم تحاولت ضخمه من البداية والضخم وجود داعش. ومن دون ما تشير مين اللي مول داعش ومين اللي خلق داعش. فهذا التدخيم لوجود داعش هي مبرر للدول الأوروبية أو أمريكا أو أي دولة. إنها تدخل تدخل عسكري حتى تحاول تنقذ بما هني حسب ما بيروجه الشعب من تنظيم داعش. فهذا التدخيم موجود من البداية لمصلحة دول أوروبا وأمريكا أكتر مما هو لمصلحة داعش. داعش بيروج لحاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما محتاج حدا يوصله. فهي مجرد هذه مقاطع الفيديو العنيفة اللي عم بيحطها والأتل والإجرام تجذب ملايين المشاهدين من العالم لا يشاهدوها. شكرا شكرا كاتيا شكرا زمير رامي سلامة. أعزائي المشاهدين خذنا في موضوع معقد وهو موضوع تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وكيفية تغطية أو تناول الإعلام العربي والإعلامي والعالمي لهذا الموضوع. أرجو أن نكون وفقنا في تسليط بعض الضوء على هذا الموضوع المعقد في حلقة اليوم من كوشك الصحافة. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. مع تحياتي أنا نوافد تميمي. وإلى اللقاء.